طبعاً أزمة كورونا شكلت حقبة غير مسبوقة لحكومات العالم وخارطت الطريق غير واضحة لمعظم الدول في العالم حكومة دولة الإمارات كانت سباقة وهي نموذج ناجح جداً على مستوى العالم للتعامل على الأزمة وهذا يعود إلى عدة أسباب أولاً يعود إلى الرؤية بعيدة المدى لقيادتنا الحكيمة إلى الجاهزية العالية والاستثمار اللي صار في القطاعات المختلفة على مدى العشر سنوات اللي خلانا نحن نواجه الأزمة بنجاح كبير من أهم العوامل العمل كفريق واحد أيضاً موضوع المرونة العالية تم اتخاذ أكثر من 245 إجراء سواء سياسة أو قانون أو قرار استمرارية اللي هي الخدمات وهذا يرجع أيضاً إلى الاستثمار اللي صار بقيادتنا الحكيمة من أكثر من 20 عام على الخدمات الإلكترونية العمل عن بعد في بعض الدول وكفت حكوماتها ما اشتغلت ولكن حكومة دولة الإمارات واليوم اجتماعنا هو أكبر شهادة على أن حكومتنا مستمرة في كافة القطاعات هناك اتجاهات رئيسية ياسة تأثر على عمل حكومات خلال الأزمة وما بعد كوفيد مستقبل الخدمات هو رقم 100 في الأمية حكومات العالم ياسة تعيد النظر في قنوات الاتصال بينها وبين الناس الاستثمار في البيانات البيانات هي الجهاز العصبي لحكومات ما بعد كورونا وأخيرا الخبرات التقنية هي الأساس صح نحن اتخذنا 245 إجراء بس هذه الإجراءات لا بد أن ما تكون ثابتة لا بد أن يتم تقييمها بشكل دوري لتقييم فعاليتها وبالتالي إذا كانت جيدة نستمر عليها أو نستبدلها بإجراءات أكثر فعالية والأهم من ذلك أن نبدأ من الآن من هذا الاجتماع في تطوير نماذج جديدة للعمل الحكومي تتلائم مع نموذج العمل الجديد إذا تكلمنا عن 2021 بنشوف أنه وايد مهم أن يكون عندنا آليات لقياس هذه الأنظمة الجديدة النماذج الجديدة لا ننسى أن 2020 هو عام الاستعداد الخمسين الآن تعلمنا الدروس صار عندنا تفكير ديد صار عندنا منهجية مختلفة في التفكير مع القطاعات ومع المستقبل وبالتالي لا بد أن نستغل هذه الدروس وهذه الممارسات ليس فقط في بناء جهاز حكومي قوي ولكن في بناء خطة تنموية يكون جاهزيتنا فيها كبيرة للمستقبل